اليوم نريد أن نتحدث عن هذه الظاهرة عن الإشاعة و الكذوب ومجموعة الناس الذين للأسف كانوا نشروع أشياء مغلوطة ومجموعة الأكاديب ونحن نعيشه أحد ما نحن نعيشه أحد الحرب أجي نوقف عند كلمة حرب في الحرب كانوا العدو الذين تحاربوا وفي حالتنا هو الفيروس الكورونا وكانوا جواسيس والناس الذين يحاولون أن يخسروا تلك الحرب هؤلاء الناس يكونوا أعداء الوطن للأسف الوضعية مشابهة الناس يمكن أن يفعلوا هذا الشيء بما يحسونه ولا يعرفون ما هي الخطورة وبالنسبة لهم المسألة يرضحك ويرتفلي ويخصون أن يجيبوا المشاهدات وكلامهم يتم التقاسم في مختلف المواقع الاجتماعية ولكن لا يعرفون شيء أنهم يقويوا العدو علينا والأسف يضعفون تجاهه نحن محتاجين للقوة دينا كلها هاد الناس يفهموا أنهم بمثابة خوانة بل كتنطبق عليهم المفاهيم دي الخيانة العظمى كيخونونا في حرب اللي احنا كنخوضوها واللي هي حاسمة ومصيرية وكيخصنا ننتصر فيها باش يمكن نستمروا إذن هي حرب دي الاستمرار كنتمنى أنهم يرجعوا لضمائرهم ولكن إلا ما يرجعوش ووصلتكم أخبار بهذا الشكل أنتم ما عارفين شو صحيحة إلا تقال لكم أنه راه وزارة كذا قالت لمكتب الفولاني قال لمنظمة الفولانية قالت رجعوا بحثوا في المصدر إلا كنتم مهتمين بهذا الخبر قال لكم منظمة الصحة العالمية سيروا لموقع هذه المنظمة الصحة العالمية وبحثوا إلى أي حد هذا الخبر صحيح وأهم شيء ما تساهموش من حيث لا تدرون في نشر الإشاعة لأنكم إلا تقسمتوا هذه المعلومات ومتأكدينش منها وبعدتوها الناس أخرين كتكونوا كتمروا العدوى دي الإشاعة بحال الفيروس دي الكورونا اللي كينتقل من واحد الواحد حضيوا رأسكم